اهلا بكم مشاهدين الى هذه الجولة في الصحافة العربية واخر تطورات الاحداث في المنطقة نبدأها من الصحافة المصرية التي اهتمت بالتفجير الذي وقع بالقرب من قصر الاتحادية في القاهرة وتعليق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عليه وكتبت صحيفة الاهرام تحت عنوان الرئيس اعاهدكم بالقصاص العادل لشهداء الارهاب الاسود وقالت الصحيفة بان الرئيس عبدالفتاح السيسي تعهد بالقصاص العادل الناجز لأسر شهداء الارهاب الاسود على حد وصفه مؤكدا ان مصر لن تنسى تضحيات من جادوا بحياتهم من اجل الوطن وتابعت الصحيفة نقلا عن كلمات الرئيس المصري التي واجهها الى الشعب فالاحتفال بالذكرى الاولى لثورة 30 من يونيو حيث قال سنعمل دوما لنثبت لارواحهم انها لم تذهب هباء وقال بان الارهاب الاسود ما زال يحاول الوقوف ضد ارادة المصريين وصفه بانه ارهاب خسيس لا يتردد في سفك دماء الصائمين والاطفال صحيفة القدس العربي اهتمت بما يحصل في العراق وكتبت تحت عنوان داعش ترفع اعلامها على كنائس الموصل وقالت الصحيفة بان مصدرا من داخل مدينة الموصل اكد بان عناصر الدولة الاسلامية في العراق والشام داعش اقتحمت الكنائس المسيحية في الموصل ورفعت عليها اعلامها السوداء ونقلت الصحيفة انتقاد المطران لوقا هرمز من كنيسة ماركو كيس شمالية الموصل والذي كانت كنيسته واحدة من ضمن الكنائس التي رفع عليها على مداعش قال انتقد هذا الاجراء مطالبا حكومة اقليم كردستان والمنظمات الانسانية الدولية ومنظمات حقوق الانسان بالتدخل لاخراج عناصر داعش من الكنائس تختم الصحيفة بانه تجدر الاشارة الى ان عدادا كبيرة من المسيحيين يعيشون في مركز مدينة الموصل وسهل نينو وقد تعرضوا خلال السنوات السابقة الى التهجير والقتل على يد الجماعات المسلحة وقد نزح اغلبهم لمدينتي اربيل وادهوك ومناطق سهل نينو التي تتوجد فيها قوات البشمرقة الكردية صحيفة النهار اللبنانية ذهبت لتسليط الضوء على الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة وكتبت تحت عنوان اسرائيل تقصف غزة وقالت الصحيفة بان الجيش الاسرائيلي اكد ان طائراته دربت عشرات المواقع في قطاع غزة قال مسعفون فلسطينيون ان القوات الاسرائيلية فتحت النار وقتلت فلسطينيا خلال مداهمة لاعتقال ناشط نشطاء في الضفة الغربية المحتلة وتضيف الصحيفة بان اسرائيل حملت حركة المقاومة الاسلامية حماس مسئولية خطف الشبان قرب مستوطنة يهودية كما قامت بالقاء القبض على عشرات من اعضاء الحركة خلال الاسابيع الثلاثة الماضية كما نقلت تأكيد الجيش الاسرائيلي بان طائراته قصفت اربعة وثلاثين موقعا في غزة غالبيتها تابع لحماس ردا على ثمانية عشر صاروخا فلسطينيا اطلقت على اسرائيل وصحيفة الحياة اللندنية اهتمت بالانتخابات اللبنانية ونشرت خبرا بعنوان عن يطلق مبادرة انقاذ الارثوذكسي وانتخاب الرئيس من الشعب على مرحلتين وقالت الصحيفة بان رئيس تكتل التغيير والاصلاح النيابي اللبناني ميشيل عن اطلق مبادرة انقاذية مزدوجة فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة والانتخابات النيابية بغرض التواصل الى معالجة جذرية لمسألة الخلال الميثقي الذي اعترى الاستحقاقات الرئاسية والنيابية والمأزق السياسي الراهن والمرشح للتكرار تقول الصحيفة بان اقتراح عون يهدف الى انتخاب الرئيس الماروني مباشرة من الشعب وعلى دورتين الاولى تجري على مستوى الناخبين المسيحيين والثاني تجري على المستوى الوطني وذلك من اجل جعل الدور المسيحي وازنا في عملية الانتخاب وتبديد المخوف من هيمنة الصوت المسلم عليها مشاهدين وصلت اياكم الى نهاية هذه الجولة في الصحافة العربية شكرا للمتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة